دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير الامتحانات النهائية للعام الجامعي 2017-2018 بكليتية التربية والبنات بسيئون بجامعة حضر موت واستمع وكيل المحافظة ومعه رئيس جامعة السيئون الاستاذ الدكتور محمد عشور الكثيري أثناء جولتهما في قاعات الامتحانات إلى شرح واف من عميد كليات التربية بسيئون الدكتور عبدالقادر باج جبير والقام بأعمال عميد كليات البنات الدكتورة رجاء محمد مطلق بأن المتقدمين للامتحانات في كلية التربية يبلغ عددهم 1400 طالب وطالبة موزعين على خمسة برامج دراسية في البكالاريوس وأعرب الوكيل الكثيري عن تمنياته للطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح مثمنا الجهود الكبيرة التي تبدلها عمادة الكليتين في تهيئة الأجواء المناسبة مشيدا بحسن التنظيم والترتيب الجيد للقاعات الامتحانية رفق وكيل المحافظة عميد كليات المجتمع بسيئون أستاذ المساعد عبدالقادر حسين الكافة ترجمة نانسي قنقر